اشتركوا في القناة فهذا اليوم يتناسب معه لبس الملابس الجديدة وإظهار نعمة الله سبحانه وتعالى على خلقه وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أفضل ما عنده من ملابس في يوم العيد وذلك حتى يرى جميع المسلمين ما عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرص شديد على إظهار نعمة الله سبحانه وتعالى وعلى إظهار فرحه وسروره بيوم العيد وعلى هذا فمن كان عنده شيئا جديدا فليلبس في يوم العيد إظهارا لنعمة الله سبحانه وتعالى وإظهارا لفرحه وسروره بهذا اليوم ومن لم يكن عنده شيئا جديدا فليرى وينتقي أفضل ما عنده ويلبسه ابتهاجا وفرحا بهذا اليوم والله سبحانه وتعالى أعلم اشتركوا في القناة